سبع الخير يا فندم كل سنة حرق طيب وكل عمال مصر بخير نسازن سيادتك في استعراض الموقف الحالي للمدرع الوطنية لتعوطين الصناعة المصرية إبدأ احنا اشتغلنا في السنة الثانية اللي فاتوا هو عمر إبدأ على 84 فرصة صناعية ادلنا الحمد لله ان احنا نحول عدد 23 منهم لشركات قائمة منهم اللي بدأ انتاج ومنهم اللي تحت الانشاء 24 فرصة صناعية ودي مرحلة إبدأ التانية وان شاء الله 37 فرصة صناعية في المرحلة المستقبلية التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 62 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى حوالي 62 مليار جنيه وعشان الناس تقدر تدخيل معنا الرقم ده ضخم قد ايه فالرقم ده بيمثل 28% من حجم الاستثمارات اللي ادخلت في القطاع الصناعي فياخر 3 سنين ابدأ بتمول مشروعاتها عن طريق 3 طرق رئيسية ابدأ ورجاء الأعمال بنسبة 49% استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 5% بالإضافة ل 46% تمويل مؤسسات دولية اللي ساعدنا ان احنا نحقل حجم الشغل ده في الوقت القصير ده ان احنا استغلنا الميزات التنفسية الموجودة وان احنا بنين على الدولة المصرية حقيقته في اخر 10 سنين من استفادة لأصول الدولة تطوير البنية التحتية تطوير المواني والعمال المدربة اهتمام ابدأ الشامل ما كانش بس بخط الانتاج ومباني مع اهميتهم بالعكس كان اهتمامنا الشامل بالمنظومة الصناعية بشكل أشمل عشان نقدر نتعامل مع التحديات اللي بتقابلنا مع المصنعين التحديات دي مش بالضرورة إجرائية فقط بالعكس التحديات دي كانت عدم مجابها لقليات السوق التحديات دي كانت عدم مجابها لقليات السوق أفكار غير مكتملة التحديات في إدارة المسلسات الصناعية والتحدي الأكبر دايما وهو التمويل ابدأ طورت من فلسفتها وفكرنا برا الصندوق واخدنا مجموعة من المشروعات للمرحلة الأولى ودخناها في صندوق استثمار مباشر تشريف سيادة أكلينة من السازم في إطلاق صندوق النيل الصناعي للإستثمار المباشر أول صندوق صناعي متخصص في الإستثمار الصناعي في مصر واللي هتكون قيمة الإصدار الأول ليه 2.5 مليار جنيه الصندوق بإذن الله يا فندم هيتم طرحه في البورصة المصرية لضمان شفافية كاملة لكل المستثمرين ومن هنا بندعو جميع المستثمرين رجال الأعمال المصريين البنوك المصرية والمؤسسات المالية وحتى الأفراد لإستثمار في السندوق السندوق هيكون هو حلقة الوصل بين كل الأطراف المعنية لتحقيق عواد استثمارية فريق العمل بدأ بالفعل الشغل على الأرض وفريق متميز مشترك بين شركة إبدأ وشركة القاهرة كابتل لإستثمارات المالية بدأنا استراتيجية للإستثمار بضخ 100 مليون جنيه كحد أدنى في المشروع وحد أقصى 500 مليون جنيه إحنا نسهد في جميع الأنشطة الصناعية مع وضع أولوية لكل المشروعات اللي بتستهدف تقليل الفاتورة للسردية بإذن الله يا فن بعد نجاح للإصدار الأول هيكون فيه إصدار تاني وثالث بإذن الله ساذ انسيادتك فعرض أربع نمازج للمشروعات إبدأ عن طريق الفيديو كونفرنس سواء بالشراكة مع إبدأ أو مشروعات إبدأ قدمت لها دعا مصنع محركات وسائل نقل الخفيف ساذ محمد وفاقي اتفضل يا فن صباح الخير يا فندم النهاردة احنا موجودين في مصنع محركات بنزين وسائل نقل الخفيف ده أول مصنع من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا النهاردة بنحتفل مع سيادتك بإنتاج أول محرك مصري المصنع على مساحة 13 ألف متر مربع بإجمال تكلفة استثمارية 330 مليون جنيه مصري التقى الإنتاجية للمصنع تصل لربع مليون محرك سنويا نسبة المكون المحلي 70% مدخلات إنتاجية مصرية يصل عدد العمالة إلى 120 عامل تم بالفعل نقل تكنولوجيا صناعة المحرك من الجانب الصيني بالكامل إلى الجانب المصري وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية على جميع مراحل الإنتاج وهم خمس مراحل إنتاجية تم الحمد لله اجتياز المحرك لكافة اختبارات الجودة وفقاً واشتراطات الجودة الصينية والدولية حابين نقول سيادتك كل صارع وحريك طيب يا رب وكل عمال مصر طيبين شكراً يا فندم شكراً يا محمد شكراً جزيلاً مصنع عنوفة لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي دكتور مهندس أحمد كمال معاود اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم هنردى متواجدين في مصنع نوبة للتنمية الصناعية بنشهد تشغيل المصنع من لزبت 100% في الفترة الماضية تم التعاقد مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية وسوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وبالتالي أصبحنا قادرين على إنتاج هذه المكونات محلياً بترخيص مادي الشركات بتشمع هذه المكونات المروقات والفلاتر والأبواب ووحدات تكفيف الحمق الميكانيكية وأنظم التهوية المتخصصة والمختلفة وبذلك يجعل مصنع نوبة مصنعاً متميزاً في أفريقيا والشرق الأوسط في هذا المجال بلغت تكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري والمصنع بيوفر 300 فرصة عمل ويتبلغ طاقته الانتاجية 150 طن شهرية من المكونات المصنعة من السلستين هذه المكونات يا فندم كان بيتم استراضها من الخارج المصنع حالياً أصبح قادر على سد احتياجات السوء المحلي من هذه المكونات وبالإضافة لذلك فإننا المستهدف تخصيص 30% من إنتاج المصنع للتصدير الخارجي حتى يمكن المصنع توفير النقد الأجنبي للبلاد شكراً لسياتك يا فندم مصنع فانتازيا لتصنيع مكونات الإسفنج والأثاث الفندوقي سيد أحمد رجب الشفعي اتفضل يا فندم صباح الخير يا فندم احنا في فانتازيا بدأنا من الصفر في محافظة الدأهلية تحديداً المنطقة الصناعية جمصة لتصنيع منتجات الإسفنج والفرش الفندوقي ومع مرور الوقت قدرنا نزود خطوط إنتاج للصناعات المغزية لمنتجاتنا وقدرنا نصدر منها 30% ونصنع لحساب شركات أجنبية مجموعة فانتازيا حالياً يا فندم على مساحة 15 ألف متر بتضم 400 عامل بطاقة إنتاجية 22 ألف طن في السنة بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه نسبة المكون المحلي يا فندم في منتجاتنا حالياً 30% وهدفنا نزودها 70% وكان لقطاع دعم الصناع بمبادرة إبدأ دور كبير عن طريق تخصيص قطعة أرض جديدة للتوسعات المستقبلية لتصنيع المادة الخام وده هيوقف استراض حوالي 150 ألف طن من الخام سنوياً بالإضافة لتسهيل كافة الإجراءات الحكومية وده وفر علينا وقت ومجود كبير في افتتاح هذا المصنع كل سنوة حضراتك طيبة فاندم وأمال مصر بكامل الصحف والعافية أشكرك سيادة الرئيس شكراً جزيلاً مصنع أنجل إينج إيستي يجبت للتكنولوجيا الحيوية أشكرك سيادة الرئيس شكراً لتفضل الأفن أشكرك سيادة الرئيس شكراً جزيلاً أشكرك سيادة أشكراً جزيلاً أشكراً جزيلاً لحكراً جزيلاً 2010年3月 安琪在埃及成立第一家境外制公司 我们在 开罗和班尼斯维夫 分别设立了技术中心和工厂 其中工厂占地面积 12万平方米 总投资超过2.5亿美元 2020年年底 工厂产能将达到6万吨 埃及员工人数将超过 1000名成为埃及 在全球规模 最大的生产的基地 我们在埃及当地的原料 采购比例高达90% 一方面我们全面满足 埃及国内市场酵母的供应 降低进口需求 另一方面我们依托 埃及出口优势开展 出口贸易 现在我们80%的产能都用于出口 借此机会 我们要感谢埃及各级政府 以及安博党 对安琪酵母埃及有限公司 长期以来的支持和帮助 我们也诚挚了邀请 总统阁下 以及各位领导 利宁安琪酵母埃及有限公司 指导工作 谢谢总统阁下 谢谢廖立强大使 谢谢大家 谢可让 谢谢大家 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 谢谢大家